كلنا فرح وكلنا سعادة عندما نستطيع بمساعدتكم أن نساعد هؤلاء الأطفال وهؤلاء الحالات الإنسانية طبعا حسين موجود اليوم في إيطاليا يخطع للعلاج النهائي قبل أن يعود إلينا وإلى أهله بالسلامة بإذن الله قريبا ديالا غادرت مع والدها إلى ألمانيا وحوراء ستجرى لها أول عملية من أصل ثلاث عمليات وهي للمرة الأولى ستجرى في لبنان بينما يورجو قد تم تأمين 80 ألف يورو من أصل 160 ألف يورو يعني نص المبلغ لحد هلأ من أجل أن يلحق بحسين إلى إيطاليا بمحاولة لإنقاذ حياته إذن بعد نقصه حوالي 80 ألف يورو يورجو لا يقدر كمان يروح يعمل هالعملية أرقام الهاتف موجودة قدامكم إذا حدا بيحب يساعد وتعودنا على مساعدتكم الكريمة موجودة قدامكم وقبل ما انتقل إلى موضوع آخر بحب إلفت بغصة هذه المرة أنه عندما يرسل لإلنا طلبات وحالات إنسانية معينة في حال إنه لم نأخذ الحالة أو في حال إنه تأخرنا لأنه بيكون في أولويات وحالات أخرى تنهال علينا كمية كبيرة من الشتائم والأسف من الدعاوة يعني بيبعثوا لي إنه عندنا حالة لصبي ما بعرف شو الحالة نحن لما تروح لإدارة البرنامج بنشوف إنه عندنا أوقات حالات إنه مستعجلة أكتر فبيتأخر بالرد بتفاجأ إنه اللي بيكون عم بيطلب مساعدة لإنقاص حياة وصلا بيبعث لي على تليفوني الله يجربك بولدك أو صاروا الكلاب هلأ أهم من ولادنا طيب إنه نحن عم نجرب نعمل المستحيل لنحط إيدنا بإيدكم ونساعدكم بس بالنتيجة نحن منا لا مؤسسة اجتماعية ممولة بملايين الدولارات ولا ولا وزارات ولا ناس رسميين بهذا الموضوع نحن اللي عم نعملوا عم نعملوا من خلال إحساسنا بالشعب وبالمواطن وبالناس اللي مش قادرة يمكن هي تلبي حالة بحالة وتقدر تجيب دواء أو تخضع لعملية بس مش معناتها إذا ما أخدنا حالة أو إذا أخرنا بمعالجة الحالة الطلب لمساعدة إنقاذ روح ببيتكم بتصير دعاوة على أرواح أخرى ببيوت تاني وأنا عندي إياها موسقة يعني عندي إياهم موسقين بالميسج موسقين بالواتس أب موسقين بالإيميل موسقين باتصالات هاتفية وفاجأ إنه في ناس عم تطلب إنه نحط إيدها بإيدنا ونساعدها لما تحس إنه في أولوية أخرى تبدأ بيتحولوا إلى أصناف ما بعتقد إنه يعني ما بدي يقول إنه في بشر بتقدر تتصرف بهذا الشكل ورغم كل هالشي اللي عم بيصير لأنه واجبنا نحنا نكون حد أي شخص محتاج والمشاهد حدنا كمان عم بيساعدوا بهذا الشكل بس بالنتيجة عم بنقوم اللي نحنا بنقدر نقوم فيه بس أكتر من هيك نحنا هيده إمكاناتنا هيده حدودنا يعني نحنا منا وزارة صحة منا مؤسسات خيرية اجتماعية مدعومة من أمرة ومدعومة من ملوك ومدعومة من دول أجنبية يعني نحنا متكلين على هذا المشاهد لما نقل له بحاجة لـ 80 ألف لـ 50 ألف لـ 20 ألف بس ما فينا كل جمعة نقل له نحنا بعتولنا 100 ألف لأنه عندنا 100 ألف حالي ساعتها ساعتها يعني هاو دي الناس بدون يتركوا كل أشغالهم وستيروا يبعتولنا بس مصاري لنساعد الناس بنتمنى نتعاون نحنا وإياكم وتاخدونا بحلمكم شوي بنعرف أنه يمكن مرئين بظروف أنتو كل واحد جمرة ما بتحرق إلا ما كان بس خلينا تعمل مع بعضنا برقي أكتر شوي من أنه ننزل لهيدا المستوى ونحنا بنوعدكم أنه وين فينا نساعد نحنا حاضرين للمساعدة يعني عم نعملها هذه الشغلة من حسن الإنساني لا بهدف تجاري ولا مالي ولا بهدف آخر ترجمة نانسي قنقر